تفضل أبو عبد الله حياك الله في الله سلم كاني قاعد على السيف وصدت اسمك كبيرة جميلة لونة حلو اسمها فسكرة وقالت طالح وقربت لها قربتها في الخير انفجأت قلبت إلى كلب جميل بطلت هذا وركضوا راح انقلبت إيش؟ انكلب جميل شوه لونة؟ من أبيض أو أصفر أبيض بني مثل البولفر وهذا كان جميل طيب أبو عبد الله أنت متزوج عندك عيال ولا شاب؟ لا عندك عيالي طيب خير إن شاء الله أم شكرا شاطئ البحر إذا كان إنسان على الشاطئ فيدل دلال واضحة على أنه يطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير ويسعى في باب تحصيل الرزق جاء في الحديث الصحيح أن جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا شيء من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفن توضأ من ماء البحر؟ قال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه الحل ميتته فبالتالي نأخذ من هذا الحديث فائدة في باب التعبير على أن إقبال الإنسان على البحر إنما يدل على طلب الرزق إقبال على البحر يدل على أيضا الطهارة وزوال الهم السمكة الكبيرة تدل على حم ببنت قد تحمل زوجتك ببنت والعلم عند الله سبحانه وتعالى أما كونها تتحول إلى كلب جلكم الله كلب أبيض الكلب الأبيض بعض العلماء يقولون إنما هو عدو ضعيف هو عدو ضعيف مسالم فأقول احرص إذا رزق الله سبحانه وتعالى شيء من المال أو شيء من ذرية البنات فعليك يعني أن لا تخبر الناس كلهم بما رزق الله سبحانه وتعالى لأن جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان حاول تكتم قدر المستطاع حتى لا تتأثر أنت ولا ذريتك من ناحية العين قل العلم عند الله نعم مع المسج آخر نعم